موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله أحبة المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج لا إكراح محور هذه الحلقة عن براكز الدراسات ومستقبل العراق في الماحة سريعة حتى ندخل في محتوى هذا الحوار ضمن العديد من الدراسات والاستبيانات هناك عشرة مراكز في منطقة الشرق الأوسط خمسة منها عربية هي داخلة بالتصنيف الدولي من هذه العشرة خمسة للكيان الصهيوني وتركيا والباقي من هذه العشرة للدول العربية العراق لا يوجد لديه مركز دراسات مصنف دوليا وهنا من حقنا أن نرسم علامة استفهام كبرى نحاول من خلال هذه الحلقة أيها الأحبة نتعرف على أهمية مراكز الدراسات في العراق موقيتها صلتها بالقرار بصناع القرار وهل تساهم في بناء سياسة حقيقية مع الدولة من أجل عراق متطور قوي مع ضيوفي العزاء في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور محمد القريزي عضو مركز النهرين للدراسات حياكم الله حياكم الله وأيضا مرحب بأستاذ الدكتور حيدر المستوفي رئيس قسم الدراسات الاقتصادية في مركز المستنصرية للدراسات الدولية حياكم الله حياكم الله البداية معك الدكتور القريزي فلنعرف أو هل هناك اليوم ضرورة لوجود مراكز الدراسات بسم الله الرحمن الرحيم شكرا دكتور ناجي على هذه الاستطافة حياكم الله وحاول اختيارك لهذا الموضوع المهم وهي المراكز الأبحاث ودورها في رسم صورة مستقبل العراق أن أهمية المراكز البحثية في العراق كونها تسهم في رسم السياسات العامة وتكون هي ظهير ساند لمتخذ القرار اليوم في عملية صنع القرار أو في رسم السياسات العامة نمر بمرحلتين مرحلة صناعة القرار ومرحلة اتخاذ القرار ولا يمكن أن نتصور صناعة قرار بمعزل عن عملية صنعة فالمؤسسات الحكومية والمؤسسات غير الحكومية والهيئات والمراكز البحثية الموجودة في العراق والتي هي على ثلاثة مستويات مراكز بحثية في الجامعات ومراكز بحثية للمؤسسات الحكومية ومراكز بحثية مستقلة مسجلة في الانجي او في دائرة المنظمات والذي يبلغ عددها 478 مركز وفي الجامعات يبلغ عددها 95 مركز وفي الوزارات العراقية 22 مركز دابع للوزارات إضافة إلى الهيئات المستقلة والفتق بعد 2003 كانت هناك توجه لإنشاء هذه المراكز وهو كاستنساخ نسخة لما موجود في أوروبا وأمريكا حول هذه المراكز البحثية المراكز البحثية تشكل حلقة وصل أو بيت خبرة ثقافية وسياسية واجتماعية لدعم صانع القرار وتنوير الرأي العام جميل هذا المعنى فالمراكز البحثية تشكل البوصل الاستراتيجية لمتخذ القرار لأنها تمتاز بمميزات وهي القيمة العلمية والعمل الجماعي فضلا عن أن تكون هناك فريق عمل يسند متخذ القرار في رسم السياسات ومواجهة التحديات التي تتعرض لها مؤسسات الدولة والمجتمع لطيف هذا المعنى دكتور المستوفي لا شك ما طرحهم دكتور القريزي يدل بلاه لا واضحة على أن هناك داخل العراق مراكز دراسات هناك مراكز دراسات تابعة للوزارات وتابعة للجامعات وهناك مؤسسات مجتمع بدني تقوم بمقام مراكز الدراسات ومراكز الأبحاث ولكن نحن عندما نتحدث ونقول هكذا عدد مبهج ولكن هذا العدد المبهج عندما أقول أهمية وجود المراكز هل فعلا يوجد أهمية لها على النحو الواقعي يعني يتم الاستئناس بها من قبل صناع القرار من قبل الدولة من قبل الحكومة طبعا بالبداية أشكر حضرتك على الاستضافة وعلى هذه المواضيع المهمة التي تتناولها في برنامجك الحيوي والمهم وأثني على كلام زميلي وأخي الدكتور محمد إلى ما أضافه من كلام فعلا إحنا نلاحظ أنه بالرغم من وجود مثل هذه المراكز البحثية بالعراق وبالذات في الجامعات لكون أن الجامعات هي تعتبر مركز علمي متخصص لأساتذة وإلى ألقاب علمية متخصصة بتخصصات مختلفة وهي يعني تلبي احتياجات أي حل لمشكلة موجودة في البلد وما تواجه المجتمع العراقي وبالتالي مع كل الأسف نلاحظ أنه عدم موجود ذاك الاهتمام الكبير من قبل الدولة ومن قبل أعلى السلطات في الدولة بالاستفادة من هذه المراكز البحثية من الممكن أنه نحن نلاحظ أنه دول كبرى وعظمة لديها تتخذ قرارات سياسية ومصيرية ومهمة من خلال دراسات تقدمها مراكز الأبحاث وتهيئ لهم المقترحات والحلول وبالتالي ممكن اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية والمهمة ومنها ممكن أن نستذكر مثلا الحرب على العراق من خلال مركز بحثي في واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية واتخذوا قرار غزو العراق وما جرى في أحداث 2003 وما لحقها وبالتالي نلاحظ عدم الاهتمام بمثل هذه المراكز وبالأبحاث التي تقدم من هذه المراكز طبعا هذا فتشيء يعني أتمنى من خلال هذا المنبر الكريم أنه من خلال برنامجك الحيوي والمهم أنه نوجه رسالة إلى الدولة وإلى مجلس النواب ومجلس الوزراء أنه الاستفادة من هذه المراكز البحثية العراقية لماذا عدم الاستفادة منها مثل ما طرق أخوي وزميلي دكتور محمد نحن في مراكزنا البحثية في الجامعات أنا أتحدث بالجامعات العراقية نحن مثلا نحن من الممكن أنه نحل أي مشكلة ممكن أنه إذا ما توجد هناك مشكلة معينة في الدولة في المجتمع لماذا؟ لأنه لدينا في المراكز البحثية بالجامعات من مختلف التخصصات وكلها ألقاب علمية ورصينة ومحترمة وقادرة على إيجاد مثل أي حل من الممكن أن يطلبها للمرحلة الراهنة أحصل يعني تم تجولة في اللهجة المصرية نعم يقول أذي القمل أذي القمل هذه مراكز الدراسات موجودة ويوجد لديها القدرة كما قلتم نعم على حل كل الإشكاليات بالتالي والعراق لا نريد أن نتحدث عن واقع مثالي العراق فيه مشاكل ومشاكل كثيرة جدا صحيح هو في طريقه للتعافي ولكن حتى يتعافى أكثر لا بد أن يجد ملاذا آمن ومراكز الدراسات مع وجود هكذا قدرة لديها أن تعطي بارقة أمل وطريق معبّد حقيقي لكن لماذا أو إلى ماذا تعزو سبب أن تهمل هذه المراكز وأن لا يؤخذ بما تقدمه من دراسات دقيقة جدا وكما قلتم يوجد متخصصي لماذا برأيك رأيي أنه نحن بالرغم من كل الدعم اللي نتلقاه أنا أتحدث عن مثلا المركز المستنصري للدراسات العربية والدولية اللي أنا دكتور نريد أجوبة صريحة نعم مع العلم من كل الدعم اللي نتلقاه من سيد رئيس الجامعة المستنصرية جيدور حميد المحترم ولكن اللاحظ أنه هذه البحوث نحن ندزها بالجهات المعنية يعني نحن عندنا خمس أقسام قسم الدراسات الاقتصادية قسم الدراسات السياسية قسم الدراسات الجغرافية قسم الدراسات التاريخية قسم دراسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان واللاحظ أنه مثلا أنطيك مثال مثلا صارت عملية التصحر والعواصف الرملية والترابية أقام المركز العديد من الندوات والورش والمؤتمرات العلمية وخرج بنتاج ونبعثها إلى الوزارات وإلى الجهات المعنية اللي من الممكن أن تستفيد من هذه الدراسات ولكن مع الأسف كانت هناك يمكن ظروف أخرى أو أمور أخرى استجدت على الساحة العراقية أهملت مثل هذه البحوث وهذه الدراسات وهذه التوصيلات واهتموا بالدراسات أخرى حياءك الله خلف الستار ربما هناك مشهد لا نستطيع أن نتحقق من مصداقيته وواقعيته هناك جهود جبارة تبدل من قبل مراكز الدراسات وبالتالي مخرجات هذه الدراسات والأبحاث يتم إرسالها إلى الجهات المختصة ولكن لا يجدون أن هناك نتائج تذكر أو مثلا يتم تبني فكرة من الأفكار أنت في مركز دراسات النهرين هو تابع إلى مستشارية الأمن القومي بالتالي وجودكم ملاسق مع الحدث مع المأزق مع الإشكالية مع القضايا المتأزمة برأيك ذات السؤال إلى ماذا تعز السبب أن النتائج التي تأتي إليكم ربما لا يأخذ بها ولا تفعل أعضد كلام الدكتور حيدر حول المراكز البحثية في الجامعات والتي عدتها 95 والتي تشرف عليها دائرة البحث والتطوير التي هي تأسيس من قبل دائرة البحث والتطوير وكذلك التي تحدثنا حول رقم 477 أو 78 في دائرة البحث والتطوير والوزارات أي بمجموع ما يقارب عندنا 900 مركز بحثي لكن علينا أن نفرق بين المراكز البحثية هناك مراكز أبحاث ومراكز فكر المراكز الأبحاث هي متخصصة في جانب معين في الزراعة في الليزر في الكيمياء أو المراكز البحثية المتخصصة في الجامعات والتي تعد بحوث علمية أما مراكز الفكر تعد بحوث أو وراقة سياسات عامة وهي التي تعالج المشكلة وتضع أسبابها وتداعياتها ومعالجاتها سأتحدث عن نموذج لمركز بحثي وهو في نفس الوقت هو مركز فكر وهو مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية مركز النهرين بأقسامه البحثية قسم الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والأمن السبراني وتكنولوجيا المعلومات والتطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب القسم التاريخي الأزمات والمخاطر وقسم الأمن ومكافحة الإرهاب والقسم السياسي هذه الأقسام البحثية تستلم ملفات كبيرة وهي بمثابة لو قورنت مع المراكز الأخرى هي بمثابة مراكز داخل مراكز فهي عبارة عن غرف خزانات فكر أو معلومات هذا الذي نقصده فهي تقوم برسم السياسات العامة وتقديمها إلى متخذ القرار من خلال الاستشارات والندوات والورش التي تعقد مع الجهاد ذات العلاقة وسأتحدث عن نماذج وصلنا من خلالها إلى قرارات من مجلس الوكلاء وكذلك من مكتب رئيس الوزراء وتشكيل لجان في الوزارات مثال على ذلك يعني مثلا لدينا ملف الذكاء الاصطناعي وهو ملف الساعة التي تحدث وتداعياتها على الإنسان والمواطن تم تشكيل بناء على توصية من مركز النهرين تشكيل الفريق الوطني للذكاء الاصطناعي والذي يشرف عليه مكتب رئيس الوزراء ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الذكاء الاصطناعي كذلك بادرنا بمبادرة أن يكون هناك تحجيم للمؤتمرات العلمية الغير مرخصة هناك ظاهرة على إنعقاد كثير من المؤتمرات العلمية والثقافية والاجتماعية وتكون هذه المؤتمرات غير مرخصة لازم أن تكون لجنة وهذه مكتب رئيس الوزراء تبنىها كذلك كذلك مجلس الوكلاء ومجلس الأمن الوطني تبنى الكثير من القرارات بناء على توصيات وورش وندوات أقيمت في مركز النهرين من ضمن هذه الورش وندوات أزمة السكن الاختناقات المرورية مهنة الدلالة الوسيط العقاري المراكز التجميل الغير مجازة وهذه الظاهرة التي تفشت في المجتمع إذن مركز النهرين لديه مجسات مرة يعالج مشكلات موجودة في المجتمع مرة موجودة مشكلات في مؤسسات الدولة وتقوم هذه على أساس جلب أو استدعاء أو دعوة المؤسسات ذات العلاقة من المؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة وكذلك إشراك شريك مهم وهو منظمات المجتمع المدني نحن لا نريد أن نتحدث عن عنموذجين نهرين ومركز الدراسات المستلصرية ولكن نتحدث عن ظاهرة عامة يعني بالمجمل هل ترى أن ما تخرج به مراكز الأبحاث والدراسات من نتاج ومخرجات تستفيد منها الدولة أو لا؟ بالمجمل نعم بالمجمل هناك توصيف للمراكز البحثية مثل ما هناك توصيف للمنظمات هناك مراكز علمية فاعلة وهناك مراكز علمية مجرد أسماء فالمراكز علمية الفاعلة سواء كانت مشكلة من منظمات المجتمع المدني أو الجامعات أو المراكز البحثية المستقلة أو الحكومية كان لها دور فاعل في رفض صانع القرار ورفض المؤسسات الحكومية بالكثير من التوصيات وذلك بالتنسيق مع مراكز بحثية عالمية يعني مثل الـ UNDP أو الاتحاد الأوروبي أو الناتو أو المنظمات الأجنبية أو منظمة كارنجي للسلام أو مؤسسة راند أو المؤسسات الأخرى أو المؤسسات أو المراكز البحثية الموجودة في منطقة الخليج العربي أو منطقة الجوار يعني لدينا 60 مذكرة تعاون على مستوى مراكز البحثية سوى في المناطق الإقليمية من الجمهورية التركية أو الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو المملكة العربية السعودية حول هذه المراكز هذه المراكز البحثية الموجودة لها تأثير ولكن ليس بمستوى الطموح يعني أرى بأنك تصنف حتى وإن لم تذكر التصنيف بشكل واضح أنت تعلم وأيضا يرام الدكتور المستوفي عندما نتحدث عن تصنيفات مراكز الدراسات نقول مراكز حكومية ومراكز شبه حكومية ومراكز خاصة من حيث الاتجاه السياسي مثلا مراكز لبرالية مراكز تابعة للأحزاب تابعة للأحزاب متخصة مراكز محافظة مراكز دينية مراكز أيديولوجية مراكز حكومية رسمية مراكز حكومية شبه رسمية وما إلى ذلك ولكن أنا الذي أفهمه أن المراكز الحكومية فعاليتها أكثر من المراكز الأخرى بسبب ربما أن لها صفة رسمية تدعوها إلى أن تعقد مذكرات تفاهم وتعاون مع مراكز علمية وبحثية مرموقة بعد الفاصل سأكون معك دكتور المستوفي وتحدث عن ما الأدوار التي بالإمكان أن تقوم بها مراكز البحوط وعملية عدم أخذ التوصيات هل لأن المراكز هذه ربما هي ضعيفة في تكوينها هل إنها ربما لا تمتلك رؤية مستقبلية هل إن طبيعة المتخصصين فيها ربما هو يجد كتابة البحث ولكن لا يجد قراءة الواقع بعد الفاصل أكون معك أحبت المشاهدين فاصل قصير أول ثم نعوده إلي من جديد أهلا ومرحبا بكم أحبة المشاهدين إلى الجزء الثاني من هذا الحوار في برنامج لا إكراه لمن فاته متابعة الجزء الأول تحدثنا وعلى نحو المكتف عن أهمية مراكز الدراسات مع ضيفي العزيزين وجدد لهما التحية الدكتور محمد الكريزي والدكتور حيدر المستوفي البداية معك في هذا الجزء الدكتور حيدر لا بس أن نتحدث عن الدور الذي يجب أن تقوم به مراكز الدراسات بصراحة يعني مع الأسف مراكز الدراسات البحثية اللي موجودة في العراق لم تأخذ مجالها وفرصتها على المستوى العالمي من أجل الاستفادة من الخبرات العالمية والاحتكاك مع المراكز البحثية وكيفية عمل مثل هذه المراكز البحثية العالمية وبالتالي نلاحظ هذا النقص هو الذي يؤثر في عدم الاعتماد الكلية أو الاعتماد على مثل هذه المراكز وأبحاث هذه المراكز مع العلم بوجود خاصة في الجامعات العراقية أساتذة متخصصين وبرتب علمية عالية وحتى ننشر يعني أنا واحد من الأشخاص أنشر في مجلات عالمية على مستوعبات عالمية مثل سكوباس وإلى آخره وبالتالي من الممكن الاستفادة من هذه البحوث في حل كثير من المشاكل ولم نلاحظ أيضا قصور هناك بالجانب الآخر عدم استعانة الوزارات أو المؤسسات الحكومية أو الدوائر أو رئاسة الوزراء أو مجلس النوار الاستعانة بهذه المراكز بحل مثل هذه المشاكل يعني إحنا كنا نكون جدا سعيدين إذا ما طلب من عندنا أي مساعدة في حل أي مشكلة وأنا يعني أتمنى يعني يستأنسون برأينا ويستأنسون بهذه الأبحاث بهذه الحلول ويأخذون الذي يعجبهم والذي يعتقدون بي أنه هو المفيد أكثر أو مناسب لكن حتى هذا غير موجود يعني هذا طبعا يشير ضمنا يعني أن الدولة هي غير مهتمة اهتمام حقيقي بمراكز الدراسات وبالتالي غاب ملمح من منامح تطور الدولة الآن إذا أردت أن تقول أن هذه الدولة متطورة فإنها تعتمد على مراكز الدراسات يعني إذا أردنا أن نعمل مسحا على كبار المستشارين في العالم الذين بات لهم مراكز سياسية كبرى عندما نتحدث مثلا عن كوندريزا رايز مستشارة لكن أخذت منصبا من مركز دراسات هنري كاسينجر على ديك تشيني مستشارة الكوانية الكثير من الكماء كانوا مستشارين ستعين بهم وبالتالي أعطوا مناصبهم إلى ذلك بالتالي أيضا عن طريقكم هذه دعوة إلى أصحاب القرار في الدولة العراقية إلى أن ينظروا نظرة ثاقبة وقريبة جدا إلى مراكز الدراسات ولكن من باب آخر لا نريد أن نلقي اللون بالكامل على الدولة والحكومة ألا ترى أن هناك ضعف في كيونة مراكز الدراسات هي ذاتها؟ هناك ضعف بصراحة أنت يعني دكتور لا أريد أن أتحدث فقط عن كونكم في الدراسات تابع إلى جامعة كبيرة مرموقة مثل المستلصرية لا بشكل عام ثق لو تعطى فرصة إلى المراكز البحثية بأخذ دورها الحقيقي والمناسب وخاصة الإنسان العراقي والمفكر العراقي ذكي جدا وهو يعيش هذه المعاناة ويشعر بها ويعرف كيف يجد الحلول المناسبة وفقا للواقع الحقيقي الموجود من الممكن أن نستفيد استفادة كبيرة بهذه المراكز لحل الكثير من المشاكل يعني تدافع عن المراكز وتقول المراكز هي ليست ضعفة ولكن ما زالت الكرة في ملعب الدولة بظهب الدكتور المراكز بها كفاءات علمية محترمة قادرة على أن تعين الدولة وأي مشكلة بحلها بشكل مثالي ومناسب حسب الواقع العراقي دعني ألاحقك قليلا يعني ما الفكرة المستحدة التي قدمت من قبل مراكز الدراسات للدولة وأنت تعلم أنه من الأدوار الرئيسة لمراكز الدراسات أنها تقوم بصناعة أفكار وتبني وسائل وتقوم بإرسالها إلى الدولة فأنا كمتلقي الآن أقول وأسأل دكتور حيدر ما الفكرة الرئيسة لعملاقة التي قدمت من قبل مثلا مركز الدراسات المستلصرية إلى الدولة وهي قابلة للتبني ورفضت أو أهملت أو تكون كحال هذه الرسائل والأطارية ربما لا يروق لها سوى الغبار ثق دكتور كثير من الدراسات قدمت إلى مجلس الوزراء ولم يؤخذ بها وركنت على الرف وواحدة من هذه الأمور مرة أحد السنوات من 2014 اتقينا بالسيد الرئيس الوزراء في حينها وكانت عندنا هناك مشكلة في موضوع إعداد الموازنة العامة للدولة وأنا بصفتي كمتخصص في المحاسبة والموازنات ودارس في الولايات المتحدة الأمريكية وعندي خبرة بهذا الموضوع وطرحت حتى بشكل مجاني أن نشكل فريق عمل ونحل هذا الموضوع الخاص بالموازنة ونعد موازنة العامة للدولة العراقية ولكن نعم نعم ولم يؤخذ بهذا الموضوع ولا بهذه المقترعات هذا مثال بسيط طيكي على هذا الموضوع رأيي واضح دكتور الكرة في ملعب الدولة يعني عندما أنا أتحدث وأقول لماذا لم تأخذ مراكز البحوط مكانها وموقعها لا يوجد هناك ضعف في مراكز الدراسات إنما هناك ضعف في الرؤية العامة للدولة تتفق؟ لا أتفق مع هذا التوصيف بأن المراكز البحثية كون المراكز البحثية الموجودة في الجامعات يعني لدينا اليوم 285 ألف بحث ضمن مستوعبات التعليم العالي واضح؟ وهذه البحوث وهذه الدراسات متخصصية وتعالج كل المشكلات لكن علينا أن نفرق بين نقطة مهمة لدينا مراكز أبحاث وليس لدينا مراكز فكر هذه مراكز الفكر ترسم السياسة العامة تقوم باستخدام جمع المعلومات وتحليلها وتحليلها هذه الأرقام التي ذكرتها التسعمائة ما الذي ينطبق عليها هذا المصداق؟ ينطبق تحدثنا قبل قبل كعدد؟ كعدد يعني لا يتعدى عدد الأصابع موجودة لأن في المؤسسات الحكومية إيمان صاحب القرار أو متخذ القرار بالمراكز البحثية ينجح المركز وعندما لا يكون إيمان في هذا الفكر المركز وما يقدم المركز لذلك هناك توصيف في المراكز البحثية في المؤسسات الحكومية بعضها يصنف بأنها مقابر للأموات الذين يريد أن ينقل من جهة إلى جهة أخرى يذهب إلى مراكز أبحاث وهذا تم توصيفه لكن لو نتحدث عن الجانب المشرق بالمراكز البحثية يعني مثل مراكز البحثية نتحدثنا يعني عقدنا في 30-9-2023 تم جمع ما يقارب كان مركز المستنصرية معنا والمراكز منظمات المجتمع المدني كان ما يقارب 40 مركز عقدنا جلسة تسمى جلسة حوارية مراكز الفكر الدور والأثر مركز النهرين وتبناها وسيكون مؤتمر في الـ 24 وحصلنا الموافقات من سيد معالي مستشار الأمن القومي ومدير عام مركز النهرين حول إقامة هذا بأن يكون المركز النهرين حلقة وصل أو الوسيط بين المؤسسة الأكاديمية ومراكز الفكر في منظمات المجتمع المدني وصانع القرار ومتخذين القرار لأن التصنيف ومعايير مراكز الأفكار وفق معايير جامعة بنسلفانية بأن تؤكد أولا أن تكون جودة المنتج في المراكز البحثية البنى التحتية للمراكز البحثية المنشورات المستمرة للمراكز البحثية ما هي القرارات أو السياسات العامة التي رسمت من هذا المركز ودعنا صانع القرار ما يقارب 28 معيار لو طبقت هذه المعايير الصارمة على المراكز البحثية ستجد المراكز البحثية العراقية على عدد الأصابع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ونقطة مهمة يجب التأكيد عليها يعني المراكز البحثية يعني لا نستطيع اللوم الحكومة أو لوم بعض المؤسسات الحكومية بعض الأحيان المنتج الذي يقدم من المركز لا يرتقي إلى مستوى رسم السياسات العامة ولا يرتقي إلى مستوى التحليل السياسي لذلك لدينا فرق بين البحث الأكاديمي والبحث الواقعي ولدينا فرق بين المركز البحثي ومركز الفكر والرأي الذي يعالج المشكلات الموجودة والحقيقية على أرض الواقع التي لديها مشكلة وتداعيات على مؤسسات الدولة والمجتمع وتكون لديها معالجات حقيقية قابلة للتطبيق أهم فقرة في مراكز الآن يعني كمتلقي ربما يسأل يقول من المسؤول على رسم المعايير أو توجيه الأوامر الإدادية إلى مراكز الدراسات والأبحاث داخل العراق أي جهة الآن؟ الآن لا توجد في العراق كانت هناك مساعي يعني لا نبخص حق المؤسسات الأخرى هيئة النزاهة بال2019 بادرت في هذه المبادرة بأن تكون هناك معايير خاصة لمراكز التفكير والأبحاث في العراق وهذه الفكرة مشابت بها الهيئة وبعدها محلت هذه الفكرة نحن في 2023 عملنا على تأسيس مجموعة من المراكز البحثية من المؤسسات المجتمع المدني ونعمل عليها وهذه الفكرة هي جدا مهمة وإلا أغلب المؤسسات والمراكز البحثية في دول العالم والمناطق والدول العربية تعتمد على تصنيف ومعايير جامعة بنسلفانيا وهي 28 معيار لتوصيف منظمات المجتمع المدني والمراكز الفكرية ومراكز الفكرية لطيف هذا المعنى ربما هو ذات المعيار الذي ذكره جانب الدكتور بيكريزي الذي صدر عن جامعة بنسلفانيا يعني هذه منظومة المعايير 28 بحيث إذا ما عملنا على تطبيقها على مراكزنا داخل العراق نسيت أنها غير متوفرة لذلك العراق لا يوجد لديه مركز دراسات دول مصنف وهذا طبعا يمس كل مراكز الدراسات داخل العراق أي أنها لا تعير اهتماما للمعايير بالتالي هذه المسألة لا تقص فقط الدولة تقص المراكز نفسه يعني هو يريد أن يكون لديه اسم ويشترك بمؤتمرات ويسافر ويغادر ولكنه ضمن بنائه الداخلي لا يوجد بالتالي هل الطريق إلى إيجاد مركز أبحاث أو مركز تفكير معتمد يرسم سياسات له معايير دولية متفق عليها ومقبولة صعب؟ هل هذه المسألة فقط هي حكر على الدولة؟ هل بالإمكان أن يكون مركز دراسات متخصص خارج إطار الدولة أن يتمتع بهذه المعايير؟ أم أن المسألة مغلقة؟ دكتورنا العزيز أهم موضوع مثل ما طرق أخي وزميلي دكتور محمد هذه المعايير الدولية الـ 28 علينا أن نكون حريصين على تطبيقها حتى نكون مراكزنا البحثية من المراكز الدولية التي يعتمد عليها ليس فقط على المستوى المحلي وإنما حتى على المستوى الدولي ما الذي يمنع من الحرص؟ ما الذي يمنع؟ يجب أن تأخذ هذه المراكز البحثية فرصتها العالمية كيف؟ من خلال إشراكهم بالمؤتمرات الدولية من خلال دخولهم في دورات المراكز هذه البحثية الدولية الاطلاع على الأعمال التي يقومون بها سياساتهم، أفكارهم، المنهاج، البرستيج إلى آخره وبالتالي علينا أن حتى نواكب مثل هذه المراكز البحثية الدولية ويكون مراكزنا العلمية مراكز دولية علينا أن نتعاون معا في سبيل مثلا هذه المراكز تتعاون في سبيل أنه تزور مثل تطونا ينطونا فرصة في زيارة هذه المراكز البحثية التنسيق، إقامة مذكرات تعاون مشتركة كما الآن نعمل مع مركز النهرين في إقامة عمليات توأمة أو عمليات تعاون علمي مشترك أيضا المشاركة بالمؤتمرات الدولية الخاصة حتى نتعلم دكتور لأن دراسات المستنصرية لا توجد لديه مذكرات تعاون خارجية مع جامعات أخرى أيضا فيها مراكز دراسات ثق دكتور نحن تجينا نقوم كل سنة بمؤتمر علمي دولي في مركز المستنصرية الدراسة العربية والدولية ويشاركون به الكثير من الباحثين من خارج العراق وخاصة من الدول العربية ولكن هل نحن استثمرنا مثل هذا الموضوع؟ على الأقل على المستوى العربي، على المستوى المحلي في الدول المنطقة ما الذي تقصده بالاستثمار حتى يكون الموضوع صادر؟ أقصد بالاستثمار أنه نحن نشارك بالمؤتمرات الدولية وندعو مثلا زائرين وأساتذة وباحثين عالميين لزيارة العراق واستضافتهم أيضا نحن نقوم بزيارة مثل هذه المراكز البحثية الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا إلى آخرية هذه المراكز الرصينة القوية في ألمانيا وبالتالي أيضا نتعلم من تجربتهم ونأخذ هذا المنحة في سبيل أن ننضم إلى المراكز البحثية العالمية يعني توجد زيارات متبادلة؟ لا يوجد زيارات الآن نطمح إلى مثل هذا أنت حضرتك سألتني شون السبب عدم استفادتنا من تطبيق هذه المعايير؟ إذا لا يوجد زيارات ولا أحد يعرفنا ولا نتبادل مذكرات التفاهم أو التعاون أو نشترك بمؤتمرات علمية عالمية من مثل هذه الدول وهم يشتركون معنا كيف ننسك؟ يعني عندما يكون هناك احتكاك بالجهات التي تعتبر جملة مقارنة يكون هناك تأثر وتعثير وبالتالي أيضا هذه دعوة إلى وزارة التعليم العالي خاصة الجهة الخاصة بإدارة مراكز الدراسات والأبحاث أن يكون هناك مؤتمرات متبادلة وأن يكون هناك إشراك وتشجيع وتبادل الخبرات وبالتالي يجعل مراكز الدراسات على مستوى قريب من المراكز التي لديها احتراص أعلى بعد الفاصل أكون معك الدكتورة الجريزي وأنا ربما يوم أمس وخلف الكواليس تحدثنا عن هذه الاتفاقات بين المراكز والتي يجب أن تفعل أكثر ربما ذكرت لي مسألة تعاون بين مركز النهرين وبين الشبكة العربية للمراكز بعد الفاصل أسمع شيء من التفصيل حول هذا الاتفاق ومدى استثمار مثل هكذا اتفاق فاصل قصير وأخير أحبت المشاهدين ثم نعود إليه أهلا بكم أحبت المشاهدين إلى الجزء الأخير المتبقي من هذا الحوار دكتورة الجريزي قلنا قبل قليل مع الدكتورة المستوفي لا بد أن يكون هناك عملية تبادل في هذه الخبرات وبالتالي أقتبس تطبيق أراه متطورا أأخذ منه وأأتي بهذه التجربة إلى مصافي حتى أعطي وأدعم الدولة بقرارات وبدراسات ناهضة توجد داخل مركز النهرين مثل هكذا أنشطة تعاون نعم بفضل الله يعني المركز النهرين وبوجود إدارة جيدة لهذا المركز من قبل رئيس مجلس الأمناء السيد معالي مستشار الأمن القومي السيد قاسم العرجي وكذلك مدير عام مركز النهرين الأستاذ علي ناصر ابنيان تم فتح هفاق التعاون على مستوى المنظمات الدولية وعلى مستوى المنظمات العربية ومؤخرا كان لنا دور في الملتقى العربي للمراكز الفكر وهو الملتقى الأول على مستوى المنطقة العربية والذي عقده في الأمان العامة في جامعة الدول العربية من قبل قطاع الإعلام والاتصال وبالتعاون مع منظمة التنمية والتعاون الدولي في جامعة الدول العربية تم تأسيس الشبكة العربية لمراكز الفكر وكذلك تعمل هذه الشبكة على أن يكون هناك مجموعة من مراكز الفكر الفاعلة والمؤثرة في محيطها الوطني والإقليمي والدولي وتكون هذه الشبكة قادرة على التعبير عن الهوية العربية ومعالجة المشكلات التي تواجه المنطقة العربية برمتها فتم تأسيس هذه الشبكة والمركز النهرين أحد المؤسسين لهذه الشبكة تضم هذه الشبكة مجموعة من الباحثين والخبراء والمتخصصين في هذا المجال وهذا بفضل انفتاح مركز النهرين والمراكز الأخرى وليس فقط مركز النهرين سيكون مشارك كذلك هناك بعض الجامعات مشاركة في هذا الشبكة مثل جامعة كربلاء مركز الدراسات والبحوث جامعة الأنبار جامعة بغداد وبعض المراكز منظمات المجتمع المدني لو لا شعور جامعة الدول العربية بأهمية هذه المراكز الحكومية وغير الحكومية الموجودة في العراق لما وجهت لها دعوة بالمشاركة وأن تكون عضو مؤسس في هذه الشبكة العربية وهذه مبادرة خطوة جيدة بالاتجاه الصحيح لأن يكون للدول العربية معايير خاصة بتقييم مراكز الفكر والأبحاث في هذه المنطقة كذلك أطلاق مشروع بحثي من 11 محور يتناول الكثير من المحاور مثل آليات جامعة الدول العربية في الحفاظ على الهوية العربية قضية العالم العربي والتنمية المستدامة أهداف التنمية والاستدامة 2030 تداعيات الدكاء الاصطناعي وتأثيرات على الأمن القومي العربي كذلك خطاب الكراهية المتصاعد هذا الخطاب المتصاعد المخلق على مستوى المنطقة العربية كذلك المنصات التواصل الاجتماعي وتأثيرها في تشكيل المعارف للمواطن العربي فستكون هذه الشبكة بمثابة كيان بحثي يدعم صانع القرار وينور الرأي العام بمجمل القضايا التي تتعرض لها المنطقة العربية جميل هذا المعنى دكتورنا المستوفي عراقيا هل يوجد هناك لبس بين مفهوم مؤسسات المجتمع المدني ومراكز الدراسات ألا ترى أن هناك لبسا كبيرا ربما أنا بعد الإطلاع على هذه المعايير التي قررتها جامعة بن سلفانيا وجدت أن مثل هكذا معلومة موجودة أنه يوجد هناك لبس في العراق هناك آلاف مؤسسات المجتمع المدني ستة آلاف ستة آلاف المراكز الدراسات من دائرة البحث من دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمان العام المجلس وزارة لطيف وبالتالي ربما هناك لبس في المفهوم يعني مؤسسة المجتمع المدني وتدعي أنها تقوم بأفعال أو أنشطة تخص مراكز الدراسات والأبحان دكتورنا العزيز واحدة من المعايير المهمة يجب أن تكون هناك قسم أو شعب خاصة بالبحث والتطوير في أي مؤسسة أو دائرة أو وزارة خاصة تعنا بالبحوث وتطوير الأعمال الخاصة بتلك الوزارة تحدث زميلي وأخويا دكتور محمد عن موجود هذا العدد الهائل من المراكز البحثية مو الغاية أنه أو الهدف الرئيسي بكثرة أو عدد الكبير لهذه المراكز يجب علينا أن نشذب أن نختار من هذه المراكز العينة العينة المفيدة التي تسعى أو التي تعمل بشكل جدي وفعال وبالتالي اتحاد مثل هذه المراكز بمركز يكون لها المرجع الرئيسي والأساسي ويهتم بيها وبالتالي حتى تكون هذه الدراسات مهمة ومفيدة على المستوى الوطني والمستوى القومي وبالتالي احنا نلاحظ هذا العدد الكبير قد لا يفيدنا يمكن لأغراض أو لمصالح معينة وبالتالي علينا أنه أن نشذب ونقلل مثل هذه الأعداد فقط الأعمال التي تفيد والتي تعطي المعلومة لصانع القرار من أجل أن يستفيد منها باتخاذ قرارا بالتالي يعني عدنا مرة أخرى إلى قرار الدولة أن يكون هناك لست من المعايير يجب أن يعني لا يسمح بإعطاء إجازة بإفتتاح أي مركز من المراكز إلا بعد أن يستوفي بالمعايير لأن كما قال الدكتور المستوفي الغاية والهدف ليس الكثرة إنما النوعية دكتور لغريزي يوم أمس قرأت حول ما يسمى بسياسة الباب الدوار بين مراكز الدراسات والتفكير وبين الدولة هذا المركز يتجه إلى المراكز فيأخذ المواهب والأفكار ثم يدار إلى الدولة فيغذي الدولة هذه السياسة ربما أو ليس ربما أرى أنه من المؤكد والثابت أنه يجب أن يتم التعاطي معها بشكل صحيح لأن مراكز الدراسات مملوئة بالعقول والأذمرة والأفكار الجيدة ولكنها مهملة مثل هكذا السياسة الطريق إلى تفعيلها بشكل صحيح نعم بالنسبة لأننا كمركز نهرين مفاعلة لدينا هذه المركز مفاعلة لدينا لأننا نعتبرها حاليا مركز النهرين يعتبر مجسر ما بين المؤسسة الأكاديمية والمؤسسات الدولة وثم أرجاء تشخيص المشكلة وأسبابها والتداعيات وتقديم المعالجات إلى صانع القرار سواء مجلس الوكلة الأمن الوطني أو مجلس الأمن الوطني أو مكتب رئيس الوزراء فهذه السياسة معمولة بها وقبل الإكمال حول هذه السياسة يجب أن تعريج على نقطة مهمة جدا يعني ما تكلمنا بالدكتور حيدر حول الكم والنوع نوعية هذه المراكز يعني نحن في الدول العربية لدينا 507 مركز بالدول العربية بالدول العربية هذه 507 مركز فاعلة يعني يمكن العراق لديه 10 أو 15 مركز ضمن هذا التوصيف في كل دول العالم 8000 مركز في كل دول العالم حصة الولايات المتحدة الأمريكية من هذه المراكز 25% 2189 وحصة أوروبا 26% هذا يعني أن ميزانية هذه المراكز من الدخل القومي في الولايات المتحدة عالية يعني لو سألنا الآن ما الميزانية المخصصة من الدخل القومي العراقي لمراكز الدراسات دكتور يبدو لديك أعصائيات نعم أنا أهتم بلغة الرقم يعني دائما وفي أفريقيا كذلك يعني ما يقارب 18% حصة المراكز البحثية لدول العالم 6% طيب عراقيا عراقيا لغو يعني هذه النسبة تكون يعني نصف الواحد نصف الواحد لأن 22 دولة عربية إذا قسمناها ستكون بهذه الشاكلة كذلك الدعم أو التمويل المالي ضروري للمراكز البحثية كون هذه المركز يحتاج إلى استكتاب من باحثين داخل العراق وخارج العراق طباعة الإصدارات وهذا أحد المعايير المهمة لمعايير بن سلفانيا بأن يكون هناك تمويل ثابت لهذه المراكز لذلك بعض المراكز البحثية في المؤسسات الحكومية ذات التمويل الثابت تجدها فاعلة وبعض المراكز البحثية التي ليس لها تمويل ثابت ضمن الموازنة ستكون خاملة لا تستطيع أن تقدم هذه الخدمات الأحزاب الكثيرة الموجودة داخل العراق ربما الأغلب منها أوجد أيضا مراكز دراسات تخصه وهو هل شكلت عبئا على حركة وفاعلية مراكز الدراسات أم أنها تكتفي بتقديم المشورة السياسية للحزب الذي افتتحها نعم ممكن تصنيفها على شكل يعني لها تصنيف خاص ويجبها من التعريج على نقطة أخرى سابقا والآن يتم الاحتماد على المستشارين لبعض المؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة وتهمى للمراكز البحثية المستشارين لكن بعض المؤسسات تجمع بين المستشارين والخبراء والفرق الساندة والمراكز البحثية لذلك تجد قراراته تكون بصيغة الفريق يعني الفريق المشترك أو الفريق التيم تسمى تيمورك هذه المراكز أو هذه التي تكون لها تمويل ثابت وميزانية خاصة تكون على مستوى من الديمومة والعمل وتقديم المعالجات الحقيقية للمشكلات التي يطمح أن يكون صانع القرار يتخذ القرار المناسب كل المؤسسات الحكومية تطمح أن تتخذ القرار المناسب لكن هذا القرار المناسب إذ كان من مجموعة علماء أو خبراء أو فرق ساندة أو مراكز البحثية سيكون هذا القرار يأتي بمعالجة حقيقية إلى لا شك هذه قاعدة عقلان خير من واحد وثلاثة خير من اثنين دكتور لديك إضافة إيه والله إلا تسمح لي إضافة إلى ما طرق إلى أخي وزميلي دكتور محمد يجب أن تكون للمراكز البحثية مرجعية مرجعية رئيسية تدعم هذه المراكز الآن إحنا نلاحظ المراكز جهة عليا تدير جهة عليا تكون هي يعني مثلا مجلس الوزراء أو وزارة التعليم العالي والبحثي جهة واحدة هي تعنى بهذه مثل ما طرق أخويا من خلال تمويل المالي من خلال طبع البحوث الاستشارات إلى آخره الاطلاع على المعايير الدول وتطبيق هذه المعايير الدولية الخاصة بالمراكز البحثية وبالتالي هذه المرجعية أول شيء لحظم كل هذه المراكز البحثية ولح تدعمها ماديا وعلميا وبالتالي تستفيد من استفادة أفضل نطيف يعني ربما من المعايير المفقودة جدا بدأ مراكزنا يعني أنها لا تقوم بدور كما تم ذكره في معايير البنسلفانية أن المراكز الفاعلة الحقيقية لها دور دبلوماسي موازن بمعنى أنها تكون وسيط يكون لسيق بوفود وزارة الخارجية يشكل حركة نهيدية لأجل حل حلة بعض القضايا العالقة وأشجائكة مثل هذا موضوع لا يتوفر لدينا دكتور حيدر لا يتوفر لدينا مثل هذا الموضوع ليس فقط وزارة الخارجية حتى من الممكن بالوزارات الأخرى وزارة التجارة وزارة الصناعة وزارة الزراعة وزارة الصحة كل الوزارات تحتاج إلى مثل هكذا مراكز بحثية وأن يكون لسيق بهذه الوزارة ووجود دائرة تُعنى بمثل هذه بحل مشاكل تلك الوزارة دكتور محمد القريزي إذا كان وجود مراكز الدراسات الفاعل وجود ضعيف جدا هذا يعني أن تأثيرها على القرار السياسي أيضا يكون ضعيف أود الإشارة إلى موضوع بالنسبة للملاكز البحثية إحنا إشارنا إلى بعض الملاكز البحثية الموجودة بالمؤسسات الحكومية وغير الحكومية بعضها فاعل يعني مركز النهرين أو الملاكز الأخرى من خلال وزارة الخارجية والتنسيق تستطيف الكثير من السفراء لدينا برنامج يسمى برنامج تجربتي وهي استضافة بالتنسيق مع مستشارية الأمن القومي باستضافة السفراء وخصوصا السفراء على المستوى الإقليمي والدولي كذلك المنظمات الدولية ويتم هذا التنسيق ولدينا مذكرة تعاون مع وزارة الخارجية في ذلك فهذا يعني ربما هذا ميزة يمتاز بها مركز النهرين بأن هذا الأمر مسموح له في هذا العمل كذلك بعض المنظمات المجتمع المدني التي لديها مراكز فاعلة مثل مراكز أخرى مثل مركز بلادي أو مركز البيان أو مركز المراكز الأخرى لها دور في رفت المؤسسات وبعض المراكز التي تابعة لبعض الأحزاب التي أشرت لهم هذه المراكز تكون فاعلة لذلك عندما يأتي وفد من الخارج ويسأل عن مراكز التفكير هناك قائمة أو لست موجودة لدى وزارة الخارجية بأن زيارة هذه المراكز البحثية ومركز النهرين ضمن هذه المراكز مركز تفكير مركز تفكير ويتم مناقشته لأن عندما جاء نائب وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت محطتها في مركز النهرين كذلك السفير الياباني السفير المصري السفير التركي السفير الأمريكي لتمنى أن تكثر هذه المحطات كون هناك بنى تحتية فضلا عن هناك تنسيق مسبق مع المنظمات الدولية وهذه نقطة مهمة للمراكز البحثية يعني يجب تفعيل شرط من شروط جامعة بن سلفانيا بأن يكون الجانب الإعلامي مفعل وجانب العلاقات مفعل وقاعدة البيانات للمراكز البحثية يعني كل مركز بحثي يجب أن تكون لديه مراكز قاعدة بيانات للمراكز الأخرى ولديه علاقات ربما هذه المعايير التي دائما نذكرها ونحل إليها تحتاج إلى جهد كبير وجبار كلمة أخيرة ماذا تريد أن تقول دكتور حيدون والله بصراحة يعني بالرغم من كل اللي تحدث بي أخوي وزميلي دكتور محمد ثق لا توجد هناك ذيش الجهد الخارق الذي لا يمكن تحقيقه بالعكس وإنما من الممكن إيجاد بعض الوسائل المساعدة والمشجعة في تفعيل مثل هذه المراكز البحثية وانضمامها إلى المراكز العالمية بالتالي لا يمكن أن نكون دولة متطورة دون أن يكون لدينا هناك مراكز تفكير ومراكز بحث مرموقة تمتلك هذه المعايير الدولية المعتمدة شكرا جزيلا لجرامة أستاذ الدكتور محمد الإقريزي شكرا عضو مركز النهرين للدراسات شكرا جزيلا لك شكرا لك وشكرا أيضا الموصول إلى الدكتور حيدر المستوفي رئيس قسم دراسات الاقتصادية في مركز المستنصرية للدراسات الستراتيجية والدولية شكرا جزيلا لك شكرا أيضا الموصول لكم وحبة المشاهدين نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامج لا إكراح في أمان الله شكرا لكم